تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة جمان والبكرة هعدي تلتة سنوية تلتة سنوية بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي وأحبابي طلاب الصف الثالث السنوي علمي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الأحياء على شاشة قناة مدرستنا ثلاثة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم حبابي إحنا لازال الحديث متصل في فصلنا الماتع فصل التنسيق الهرموني اللي بعرفنا إزاي جسمنا بيعمل وإزاي الهرمونات بتأثر على العمليات الحيوية داخل أجسامنا طيب الحلقة اللي فاتت إحنا انتهينا مع بعض لحد الغدة النخمية النهاردة إن شاء الله تعالى هناخد مع بعض الغدة الضرقية اللي كنا عايزين نشرحها في الحلقة اللي فاتت لكن الوقت معاك ووقت ممتع وبيجري بسرعة النهاردة بقى هناخد الغدة الضرقية إن أمكن ناخد معاها غدة كمان اسمها الغدة الكزرية طيب نبدأ بقى حلقتنا بنواتج التعلم نواتج التعلم لهذا الدرس إن احنا نتعرف على الغدة الضرقية وتركيب الغدة الضرقية والهرمونات بتاعة الغدة الضرقية وتأثير زيادة الهرمونات ونقص إفراز الهرمونات والأضرار اللي بتيجي نتيجة زيادة أو نقص هرمون وعلاج الأضرار دي إزاي ولابد إن احنا نشرك الطبيب في العلاج تعالوا نبدأ حلقتنا بأول غدة معانا النهاردة الغدة الضرقية يلا بينا يا شباب الغدة الضرقية مين الغدة الضرقية؟ الغدة الضرقية دي بيسموها غدة النشاط ليه سموها غدة النشاط؟ هنعرف مع بعض دلوقتي المكان بتاعها وتركيبها وغدة النشاط عشان بتفرز هرمون النشاط والحيوية يلا نعرف هرمون النشاط والحيوية ونبدأ أين تقع الغدة النخمية؟ تقع الغدة النخمية شباب في الجزء الأمامي من الرقبة هنا كده تقريبا ملاصقة للقصبة الهوائية ودي غدة حويصلية الشكل بتاعها غدة حويصلية تميل إلى اللون الأحمر بيتميل إلى اللون مين؟ الأحمر ودي محاطة بغشاء من نسيج دم وبتتكون من فصين بينهما برزخ ويظهر عندك صورة بتوضح الشكل الماتع للغدة الضرقية أنها فصين وعلى القصبة الهوائية بينهم برزخ يعني برزخ يعني حاجز حاجز بيفصل الفصين عن بعض طيب وعندي بقى هنبدأ ننتقل لفيديو من فيديوهات مصادر التعلم على بنك المعرفة المصري بنشوف الغدة الضرقية وتأثيراتها يلا بنا يا شباب الغدة الضرقية في منطقة العنق من جسمنا فقط تحت الحنجرة نجد الغدة الضرقية لها فصين التي تقع على كل جانبي القصبة الهوائية هذه الفصوص متصلة بواسطة نسيج ضم دقيق يسمى البرزخ إذا نظرنا داخل الغدد نستطيع أن نرى أن النسيج الضرقي يتكون من عدد كبير من أكياس متقاربة التي تحمل معا بواسطة نسيج حلقي ملون بحاطة بشبكة من الشعيرات الدموية بين هذه الأكياس يوجد خلايا أخرى توجد مفردة أو في مجموعات فهي جرح ويصالة كيسية أو خلايا سي كل كيس مبطن داخليا بظهارة مكعبة بطانة مكعبة التي تفرز إفرازا شبه هلاميا غراويا يسمى ثيروغلوبيولينز عندما تؤثر هرمونات الدرقية على الغدة الدرقية الخلايا الكيسية تؤلف ثيروكسين أو تي فور الذي يتكون من جزئين من ثناء يودوثيلوكسين وأيضا تعرف برباع يودوثيلوكسين الخلايا الكيسية الخلايا الكيسية أيضا تؤلف ثلاثي يودوثيلوكسين الذي يتكون من ثلاثي ذرات يود هذه الهرمونات الاثنين تسمى هرمونات الدرقية أو TH هرمونات الدرقية تنطلق في الدم فهم يؤثر على خلايا الكبد لتزيل معدل الأين هكذا هذه الهرمونات حيوية للنمو وتطور الطبيعي الخلايا الجاركيسية من الغدة الدرقية تفرز هرمون نيروكالسيتونين أو TCT الذي يؤثر على العظم والكلة لتقلل مستوى كالسيم الدم عندما يرتفع موسيقى بعد ما شفنا الفيديو الماتع اللي بوضح أن الغدة الدرقية في نوعين من الخلايا الخلايا الحويصلية والخلايا البينة الحويصلية الخلايا الحويصلية دي اللي بتفرز هرمون الثيروكسين وده تحت تأثير نخامي تحت تأثير منبه من الغدة النخامية النخامية بتفرز هرمون TSH هنبدأ بقى نقول الوظيفة بتفرز هرمونين همين بالنسبة للجس notably هما هرمون الثيروكسين وحتى تكون هذا الهرمون لابد من وجود مين اليود لأن اليود بيدخل في تكوين هرمون الثيروكسين طيب تعالوا بقى ناخد أهمية هرمون الثيروكسين هرمون الثيروكسين ده بيعمل يا شباب ده مسؤول عن رقم واحد نموة تطور قوى العقلية والبدنية القوى العقلية الزكاء والغباء ده تحت تأثير هرمون الثيروكسين تمام القوى البدنية عشان كده احنا سميناها غدة النشاط قلتلك في البداية ليه سموا الغدة النخمية غدة النشاط عشان بتفرز هرمون الثيروكسين هرمون الثيروكسين ده بيتحكم في القوى البدنية الطاقة والحيوية بتاعتك والنشاط عشان كده لازم نتناول يا شباب الطعيمة غنية بعنصر اليود عشان كده سكان المناطق الساحلية اكثر زكاءا من سكان المناطق الصحراوية او المناطق البعيدة عن البحر اللي خلت اليود في الهواء في المناطق الصحراوية اما كسرته في المناطق الساحلية كمان بيؤثر على معدل الأيض الأساسي ويتحكم فيه يعني الأيض الأساسي الأيض زي من تعرفين من سنة أولى سنوي الأيض اللي هو الهدم والبناء ده بيتحكم في الأيض الأساسي اللي هو معدل الهدم وخاصة أثناء فترات الراحة أثناء الجلوس أثناء النوم ده بيزود من معدل الهدم أو بيقلل ولذلك لو نقص هذا الهرمون بيؤدي إلى السمنة لأن معدل الأيض بيقل فبيزيد معدل البناء ويقل معدل الهدم ولو زاد بيؤدي إلى النحافة لأنه بيزيد من معدل الهدم ويقل من معدل البناء كمان بيحفز امتصاص السكريات الأحدية من القناة الهضمية أيوة بيرفع ده من ضمن الهرمونات اللي بتساهم في رفع مستوى السكر في الدم كمان شباب بيحافظ على سلامة الجلد وسلامة الشعر بيخلي البشرة نادرة بيحافظ على الشعر من التساقط ده هرمون السيروكسين اللي هو هرمون النشاط والحيوي طيب هرمون بقى تاني اسمه هرمون الكالسيتونين هرمون الكالسيتونين ده بيعمل على تقليل نسبة الكالسيوم من الدم ويمنع سحبه من العظام تمام طيب هنبدأ بقى ننقل على أهم حاجة عندنا في الغدة الضرقية الأمراض بتاعته إيه هي أمراض الغدة الضرقية شباب أمراض الغدة الضرقية تنشأ بعض الحالات المرضية نتيجة نقص أو زيادة إفراز الغدة الضرقية لهرمون السيروكسين مثل ما يسمى بالتضخم والتضخم ده يا جماعة نوعين عندي رقم واحد التضخم البسيط أو بنطلق عليه الجواطر البسيط أو بيسموه بالإنجليزي السيمبل جويتر السيمبل جويتر أو الجويتر البسيط ده بيكون ناتج نتيجة نقص إفراز هرمون مين السيروكسين طيب رقم اتنين التضخم الجحوزي أو الجويتر الجحوزي تمام أو البيك جويتر وهذا التضخم بيحدث نتيجة إفراز زيادة في إفراز هرمون مين السيروكسين تمام هنبدأ بقى ناخد كل واحد من التضخم ده بشيء من التفصيل هنبدأ يا جماعة بالتضخم البسيط أو الجويتر البسيط أو السيمبل جويتر السيمبل جويتر ده بيحدث نتيجة مين يا شباب نتيجة نقص إفراز هرمون السيروكسين والنقص ده بيحدث نتيجة نقص اليود في الغذاء والماء والهواء عشان كده أنا قلتلك لازم نتناول أطعمة غنية باليود لو نقص اليود في الغذاء أو في الماء أو في الهواء بيؤدي إلى الإصابة بالجويتر البسيط تمام؟ طيب ده السبب بتاعه العلاج ده علاج بسيط خالص لو اكتشفناه بإضافة اليود إلى الملح والأغذاء المختلف عشان كده جماعة لازم نكتشف أن النقص ده اكتشاف مبكر لسهولة علاجه أن احنا نضيف اليود إلى الغذاء والأطعمة المختلفة تمام؟ طيب وده صورة بتوضح لي الملح اللي هو اليود تعالوا بقى لو احنا ما عالجناش يعني ما خدناش بالنا للعلاج عندنا جماعة وزارة الصحة المصرية بتبزي المجهود أكثر من رائع للاكتشاف المبكر لأمراض الغضة الدرقية بتعمل للأطفال حديث الولادة من عمر ثلاثة أيام اختبارات للغضة الدرقية علشان تشوف النقص لإفراز هرمون السيروكسين ويتم العلاج والاكتشاف المبكر تجنبا للمضاعفات طيب لو احنا اتصابنا بالتضخم البسيط وما اكتشفناش يبقى يظهر عندنا مضاعفات المضاعفات دي بتختلف على حسب المرحلة العمرية التي يمر بها الشخص بمعنى ايه مصطر؟ بمعنى لو كان النقص ده عند الطفل له تأثير مختلف عن الرجل البالغ فهنبدأ اللي هو النقص عند الأطفال بيسبب مرض اسمه مرض القماءة يعني القماءة؟ قماءة السبب بتاعها نقص حاد في إفراز هرمون السيروكسين عند الأطفال طيب الأعراض يؤثر النقص الحاد في إفراز السيروكسين على كل من النمو الجسمي فيكون الجسم قصير والرأس كبيرة والراقبة قصيرة انتوا عارفين يعني قميء؟ قميء في اللغة يعني متداخل واحد شكله قميء حتى بعض الناس بتبدأ ان هي تنفر من حد يقولك ده شكله قميء قميء في اللغة يعني متداخل يعني الرأباته الرأبة بتاعته قصيرة والرأس عريضة والجسم قصير فبيبقى شكله متداخل ده النمو مين الجسمي؟ النضوج العقلي بيسبب تخلف عقلي تأخر في النضوج العقلي وقد يصاب الشخص بتخلف عقلي دائم كمان النضوج الجنسي قد يسبب تأخر في النضوج الجنسي ده عند مين؟ الأطفال شفتوا يا شباب ده علشان إحنا ما اكتشفناش مبكرا نقص اليود في الغذاء أو الماء أو الهواء تمام وده صورة بتوضح عندي الغدة شوء شكل اللي هو مرض القماءة ده غير القزامة القماءة غير القزامة تمام تعالوا بقى ناخد لو نقص عندي البالغين ده بيسبب مرض اسمه المكسوديمة المكسوديمة إيه السبب في بقى المكسوديمة؟ ده نتيجة نقص حاد في إفراز هرمون الثيروكسين لدى البالغين نقص إيه يا شباب حاد طب وده بيسبب أعراض أول حاجة جفاف في الجلب الجفاف في الجلب وتساقط في الشعر هبوط في معدل التمثيل الغذائي فلا يتحمل الشخص البرودة ما يتحملش البرودة كمان زيادة في وزن الجسم لدرجة السمنة المفرطة أيوة سمنة مفرطة؟ ما يدخلش من الباب ده نتيجة نقص إفراز هرمون الثيروكسين فيؤدي إلى هبوط معدل الأكسادة والتحول الغذائي الحرقي فكل ما يأكل الأكل يتخزن تحت جلده طب يشعر بالبرودة رغم أنه هو تخين ليه؟ علشان ما عندوش حرق الحرق ده اللي بينتج عنه طاقة الطاقة دي بتظهر في صورة حرارة فبترفع درجة حرارة الجسم لكن ما عندوش الطاقة دي تمام؟ بيقل معدل ضربات القلب وبيتعب لأقل مجهود بيكون بيه فبيتعب بصرعة نقص في النشاط العقلي ونقص في النشاط الجسمي دايما يركن للنوم لو يتحرك يحس بالتعب رغم أنه هو بيأكل أكل كتير جدا وده صورة بتوضح مرض القماءة وأعراض مرض القماءة تمام؟ طيب هل المرض ده علاج يا شباب؟ أيوة لكل مرض علاج العلاج بتاعه ده يا جماعة بمستخلصات الغدة الضرقية اللي هو إحنا ندي هرمون هرمونات الغدة الضرقية نحقن بالسيروكسين أو مستخلصاتها وده طبعا بيكون تحت إشراف طبي ما فيش حاجة اسمها نحن نشوف حاجة نقوله تعالى نديك هرمون سيروكسين كله لازم تحت إشراف مين؟ طبي نروح بقى للجزء التاني اللي احنا بنسميه التضخم الجحوزي أو الجواطر الجحوزي أو البيت جويتر أو التضخم الجحوزي السبب بقى في إيه؟ الإفراط في إفراز هرمون السيروكسين الإفراط في إفراز هرمون السيروكسين تمام؟ طيب العراض بتاعت بقى اللي هو التضخم الجحوزي تضخم ملحوظ للغدة الدرقية إن الغدة الدرقية بتتضخم هنا كده بتجبر في الحج انتفاخ في الجزء الأمامي من الرقبة إن الجزء الأمامي من الرقبة بينتفخ مع جحوظ في العينين حب العين بيطلع لبرة زيادة في أجسادة المواد الغذائية عنده بقى ده عكس التاني تماما عنده معدل الحرق عالي يأكل قد ما يأكل وده ما بيبنش عليه لأنه عنده معدل الأجساد عالي تمام مما يؤدي إلى نقص في وزن الجسم لدرجة إن الشخص ده بيصاب بالنحاف عنده زيادة في معدل ضربات القلب وتهيج عصبي وده صورة بتوضح شخص مصاب بالتضخم الجحوظي تمام طيب العلاج بقى بتاع التضخم الجحوظي هل التضخم الجحوظي علاجه شباب العلاج بيتم بإحدى طريقتين يأما باستقصال جزء من الغدة الدرقية أو استخدام مركبات طبية وده بيكون تحت إشراف طبي متخص هنبدأ بقى ننقل دلوقتي على البرد نشرح بقى غدة جديدة اللي هي الغدة الكزرية يلا بنا يا شباب تمام حبابي بعد من هنا الغدة الدرقية كده خلصت هنبدأ بقى غدة جديدة من الغدة بتاعتنا حاجة اسمها الغدة الجرات درقية مين الغدد الجرات الدرقية؟ الغدد الجرات الدرقية دي من ضمن الغدد الصماء الموجودة في جسمنا بتتكون من أربع أجزاء منفصلة إسنتان على كل جانب من جوانب الغدة الدرقية يعني هي دي بتقع على الجزء الخلفي من الغدة الدرقية وهو ريك صورة بتشوف بيها الكلام ده الأول وبعد كده نرجع نروح للوظيف لو انت شايف قدامك هتلاقي منظر أمامي للغدة الدرقية ومنظر خلفي للغدة الدرقية بيوضح الغدد الجرات الدرقية الغدد الجرات الدرقية زي ما انت شايف قدامك بتتكون من أربع أجزاء اتنين فوق واثنين تحت أربع أجزاء منفصلة إسنتان على كل جانب من جوانب الغدة الدرقية دي بتفرز ايه يا شباب؟ دي بتفرز هرمون واحد اسمه هرمون الباراثرمون هرمون ايه؟ الباراثرمون بيعمل ايه بقى هرمون الباراثرمون ده؟ وظيفة هرمون الباراثرمون أول حاجة انه هو بيلعب دورا هاما بالاشتراك مع هرمون الكالسيتونين فاكرين هرمون الكالسيتونين اللي هو بيفرز منين؟ بيفرز من الغدة الدرقية وحنا قلنا بسرعة هرمون الكالسيتونين ده بيعمل على تقليل مستوى الكالسوم في الدم عن طريق منع سحبه وانتصاصه من العظام هنا بقى هرمون الباراثرمون ده بيزود نسبة الكالسوم في الدم عكس هرمون الكالسيتونين عشان كده هرمون الباراثرمون وهرمون الكالسيتونين الهرمونين دول بيحافظوا على المعدل الطبيعي لنسبة الكالسوم في الدم طيب ده بقى بيعمل ايه كمان انه هو بتعتمد كمية هذا الهرمون هرمون الباراثرمون على مستوى الكالسوم في الدم بمعنى أنه لما ينقص مستوى الكالسيوم في الدم بيزيد مستوى هرمون الباراس هرمون يبقى نستنتج من هنا استنتاج أن هرمون الباراس هرمون بيعمل على زيادة مستوى الكالسيوم في الدم نتيجة سحبه من العظام نتيجة سحبه من مين؟ من العظام تمام ده هنا كده وظيفة هرمون الباراس هرمون طيب عايز قبل ما أنقل على أمراض الغدى الضرقية إن أنا أوضح لك رسمة بسيطة لتأثير هرمون البراصرمون والكالسيتونين إزاي بيحفظوا على معدل الكالسوم في الدم إحنا ممكن نرسم رسم بياني بالشكل ده كده يا شباب ده هنا كده ده رسم بياني ده معدل الكالسوم هنا ده معدل الكالسوم الطبيعي الكالسوم الطبيعي هنا ده زيادة زيادة الكالسوم وهنا ده نقص الكالسوم لو احنا عملنا منحنة بالشكل ده كده عملنا بالشكل ده كده وروحت احطط لك هنا نقطة هنا ألف وهنا باء وهنا جيم وهنا ديل طيب لو انا رحت ايلك مين الهرمون المسؤول عن نقل الكالسوم من الهرمون اللي بيفرز من ألف الى به يبقى من ألف الى به هيعمل ايه هيؤدي الى خفض مستوى الكالسوم في الدم مين الهرمون اللي بيخفض مستوى الكالسوم في الدم سمعك وبتقولوا معايا هرمون يا مصدر الكالسيتونين ده بيقلل مستوى الكالسيوم في الدم هرمون الكالسيتونين طيب مين الهرمون بقى اللي هيفرز من جيم لدال أيوة شطار هرمون الباراثرمون هرمون مين يا شباب الباراثرمون الباراثرمون والكالسيتونين اللي اتنين بيحفظوا على ميزان الكالسيوم في الدم بيحفظوا على سبات معدل الكالسيوم في الدم بالمعدلات من؟ الطبيعية تمام شطار يا شباب نرجع بقى تاني لوظيفة هرمون البرس هرمون هناها أمراض الغدة الدركية نرجع لأمراض الغدة أمراض الغدة الدركية أمراض الغدة الجاردرقية نرجع لأمراض الغدة الجاردرقية يا شباب بقى لو نقص هرمون البرس هرمون ايه اللي بيحصل؟ لو نقص أو زاد هرمون البرس هرمون بتسبب أعراض مرضية بتختلف النقصة عن الزيادة هنبدأ بزيادة إفراز هرمون البرس هرمون بيسبب إيه؟ الزيادة بيؤدي إلى ارتفاع مستوى الكالسوم في الدم نتيجة سحبه من العظام مما يؤدي إلى هشاشة العظام وتعرضها للإنحناء والكسر بسهولة تعرضها للإنحناء والكسر بسهولة يعني يا مصر عارفين الست الحامل؟ أيوة بيزيد عندها في المرحلة الوسطى من الحمل هرمون مين؟ هرمون البرس هرمون طب ليه؟ عشان يرفع مستوى الكالسوم في الدم لأن في المرحلة الوسطى بيبدأ تكوين الهيكل العظم للجنين لذلك بيجي هنا سؤال يقول يغلص على الطلب يقولك إصابة السيدات الحوامل بهشاشة العظام وتسوس الأسنان شفت أمك حاجة مهمة بالنسبة لك قد إيه؟ بتوصاب بهشاشة العظام وتسوس الأسنان لأن بيزيد عندها البرس هرمون ليرفع مستوى الكالسوم في الدم اللازم لتكوين الهيكل العظم للجنين فبيسحب الكالسوم من عظم الأم فقد تصاب بتسوس الأسنان وهشاشة العظام ولذلك الأطباء بتنتبه لذلك وتد السيدات الحوامل في المرحلة الوسطى من الحمل نسبة فيتامينات عالية بها نسبة كالسوم عالية عشان تعوض هذا الكالسوم المستخدم لتكوين الهيكل العظم للجنين طيب فتصبح العظام سهلة الانحناء والكاسر طيب النقص في إفراز هرمون البارس هرمون النقص في إفراز هرمون البارس هرمون ده بيسبب نقص الكالسوم في الدم نقص الكالسوم في في الدم طب نقص الكالسوم في الدم يا شباب ده اللي بيحصل بيسبب تشنجات عضلية مؤلمة وسرعة الانفعال والغضب والثورة الأقل سبب يعني تشنجات عضلية مؤلمة والغضب والثورة الأقل سبب ممكن أرجعك بقى معايا لفصل الدعمة والحركة فاكر لما كنت بقولك أسباب الشد العضل المؤلم أيوة فاكر يا مستر كنت بقولك هناك في سبب هرموني السبب الهرموني اللي هو نقص إفراز هرمون البارس هرمون لما بينقص إفراز هرمون البارس هرمون بيؤدي إلى نقص الكالسوم في الدم طب الكالسوم ده كان بيعمل ايه ده مسؤول عن تكون الروابط المستعرضة التي تعمل كخطاطيف تجعل تكون بجذب خيوط الأكتين المتجورة في اتجاه بعضها البعض فيحدث الانقباض العضلي فلما ينقص الكالسوم إن ده معدل الانقباض العضلة هيكون بطيء ويبدأ إن يتصاب الإنسان بتشنجات عضلية مؤلمة يبقى إحنا بنربط الفصول ببعضها فصل الهرمونات يا شباب من الفصول المهمة إن وضع الامتحان بيربط المنهج ببعضه وفصوله ببعضه بفصل الهرمونات تمام؟ فيسبب سرعة الانفعال والغضب والصورة لأقل الأسباب وتشنجات عضلية مؤلمة كده بقى ننتقل مع بعض لغدة جديدة حاجة اسمها الغدة الكزرية وكده انتهت الغدة أو الغدد الجراط درقية حبيبنا بعد من هنا مع بعض الغدة الجراط درقية كان بودي إن احنا ندخل في الغدة الكزرية والحلقة الطول لكن زي ما قلت الأوقات بتاعتكم بتجري بس هنروح مع بعض على اللايت بورد نوضح ملخص للغدة الدرقية والجراط درقية يلا بنا يا شباب أعزائي وأحبابي طلبة وطلبات السنوات العامة علم المعلوم أهلا بكم على اللايت بورد خدنا في حلقتنا اليوم الغدة الدرقية والغدة الجراط درقية تعالوا نشوف مع بعض تلخيص لهذا الدرس على الصبور عندي يا شباب الغدة الدرقية الغدة الدرقية عرفنا مع بعض إن هي بتفرز هرمونين هرمون الثيروكسين هرمون الثيروكسين وهرمون تاني اسمه هرمون الكالسيتونين هرمون الكالسيتونين قلت هرمون الثيروكسين ده بيدخل في تكوينه عنصر اليود يدخل في تكوينه أو في تركيبه عنصر اليود وده بيفرز تحت تأثير يفرز عنصر اليود نسيناها هنا ده بيفرز تحت تأثير نخامي تحت تأثير نخامي يعني نخامي يعني من الغدة النخامية تحت تأثير هرمون التي اس اتش طيب قلنا كمان هرمون السيروكسين الوظيفة بتاعته الوظيفة بتاعته ده مسؤول عن نمو وتطور القوى العقلية والبدنية نمو وتطور القوى العقلية والبدنية بيحافظ على سلامة الجلد والشعر بأثر على معدل الايض الاساسي وتحكم فيه تمام ده كل كلام انتوا عارفين هرمون الكالسيتونين ده بيعمل على تقليل معدل الكالسيوم في الدم عن طريق منع سحبه وانتصاصه من العظام وده بيفرز يعني بدون تأثير يفرز بدون تأثير من الغدة النخامية يعني ده ما بيفرزش تحت تأثير هرمون التي اس اتش خدنا كمان الغدد الجراط درقية الغدد الجراط درقية ده اربع اجزاء على الجزء الخلف من الغدد الدرقية وده بتفرز هرمون الباراثرمون 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 ده بيعمل على زادة مستوى الكالسيوم في الدم لو انت لاحظت ان الكالسيتونين والباراثرمون بيحافظوا على سبات معدل الكالسيوم في الدم ومعدلاته الطبيعية زي ما قلنا هناك يعني هنا ده معدل طبيعي للكالسيوم للكالسيوم هنا زيادة هنا نقص لو احنا عملنا منحنة بالشكل ده كده يبقى الهرمون اللي بيفرز من ألف إلى به ده هرمون الكالسيتونين طب من جيم لدال تمام ده هرمون الباراثرمون كلا الاتنين يحافظ على ثبات نسبة الكالسيوم في الدم بمعدلاته الطبيعية ده أهم من نقاط اللي احنا قلناها مع بعض في حلقتنا اليوم شكرا ليكم بعد ما رجعنا من اللايت برضو وعرفنا ملخص لحلقتنا اليوم بكده أعزائي وأحبابي طلاب السنوات العامة علم علوم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم على شاشة قناة مدرستنا ثلاثة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم على وعد بحلقة جديدة مع فصل الهرمونات الماتع وحلقاته الشيقة شكرا ليكم تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة جمان والبكرة هعدي تلتة سنوية تلتة سنوية تلتة سنوية تلتة سنوية